بعيدا عن الحفلات انت كمان عملت شو كان رائع في الكمفيدرالية ودوري الابطال احكيلي عن فكرة انك تلعب فايل شو وسط ستاد وسط جمهور كبير جدا اكيد الموضوع شوية بيكون مختلف عن الستيج او انك تبقى في حفلة احكيلي كمان عن ده وقدي ايه مصر كلها كان بتتكلم عن الشو الاخير ياحمد انت عملت بصراع بصي اقول لك على حاجة يمكن زمان يعني كان الحاجات اللي هي الانترناشنال اللي هي بيصولوا عليها الكاف او الفيفا يعني فيه حاجات الكاف والفيفا الماتشاط اللي هي الانترناشنال اللي هي بتاعت افريكا وماتشاط اللي هي بتاعت اوروبا بيجوا يعملوا حاجات هنا بس اللي بيبقى مسؤول عنده هو الكاف او الفيفا مش احنا مش مصر مش الاتحاد بتاعنا فكان زمان الناس دي كان بيجيب ناس من بره يعني انا فاكر في كاس الامة افريقية وفي كذا حاجة حصل في مصر كان الكاف بيجيب شركات من فرنسا وشركات من اوروبا تعمل حتة الفاوركس وكان بيستوردوا كل حاجة لحد ما انا عملنا كاس الامة افريقية بتاع تحت الولومبي المنتخب الولومبي وعملنا فيه شو انا فاكر الشو ده انا عملته الاول مرة في تاريخ اللعبة نفسها انك تعمل حولين الملعب هو انت ما بتلعب بتعمل من فوق الاستاد ومن جوه ومن بره لا من بره او من فوق الاستاد لو من جوه بتعمل حاجات بسيطة بساعة رفع الكاس الكمفيتس والشيطات اللي هي بسيطة لكن تعمل فاوركس جول ملعب يقول لك لا الفيفا تقول لك لا ليه لان انا قبل الملعب انا عايز اقمن الملعب الناس نازل تلعب لو انت حصل اي حاجة في الملعب ما ينفعل لو حولين المتاع فيه الجمهور قاعد فساعتها هنا مصر اتدخلت لما جم الاتحاد هنا اتدخل وشركة المتحدة اتدخلت لأ احنا عندنا ده وده احنا فساعتها الكاف وفقت وبعد ما خلصت الكاف نزلت عندها صفحتها ان ده احسن يوم في تاريخ المشجع في العالم لان هم شافوا حاجة ما حصلتش كان ساعتها 2019 وطالوا مني ان اعمل ختام وكان موضوعه صعب جدا بالنسبالي انا عملت فتاح لسه مكاني وانا عمل ختام فلازم افكر في جديد فكان موضوعه صعب جدا انا والناس اللي معاي فعملنا الختام ونجح نجح رهيب من هنا الكاف اعتمدت ايطلك لو روحنا في اي حتة في الميدل است في احمد عصان ودي كت حاجة مهمة ا يعني كانت مع حاجة مهمة طبعا نقطة فارقة اكيد طبعا هو بدل ما يجيب حد وبتفعله بالدولار لا هو بيجيب لك واحد مصري وانت بتشتغل باسمه مصر وكمان بتنجح وبتعمل حاجة مختلفة وبتدخل فلوس للبلد عن طريق الشغل انت بتعمله فده كان نجاح من نوع خاص